خبز وتعليم وحرية هذه هي الشعارات التي رفعها الطلاب اليونان قبل أربعين عاما نفس هذه الشعارات رددها الآلاف من سكان أثنى اليوم في ظل الإجراءات التقشفية وفي يوم إحياء ذكرى ثورة الطلبة ضد الدكتاتورية العسكرية عام 1973 هذه الأحداث راح ضحيتها المئات من الطلاب عندما اقتحمت الدبابات الحرم الجامعية يقول هذا الطفل جئت إلى هنا مع والدتي من أجل أن أضع بعض الزهور في حرم البوليتيكنيك لم أزر هذا المكان من قبل تسأل يورو نيوز هل شرحت لك والدتك ما حدث؟ نعم قالت لي عن البوليتيكنيك وكيف حطموا الباب بدخول دبابة تقول هذه السيدة جئنا إلى هنا لتكريم أولئك الذين لقوا مصرعهم وماتوا هنا من أجل الحرية والدمقراطية أريد لأطفال أن يفهموا ذلك ليكونوا شجعان في حياتهم ونشرت السلطة اليونانية حوالي سبعة آلاف رجل شرطة في محيط الجامعة التي بدأت منها الثورة وبالقرب من البرلمان خوفا من وقوع عمل شغب مراسلة يورو نيوز في أثينا نيكوليتا دوركا تقول في مثل هذا اليوم عام 1973 وفي تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل دبابات المجلس العسكري غزت حرام البوليتيكنيك بمحاولة لقمع الانتفاضة الطلابية هذه الذكرى بعد مرور عقود تظل حية في هذه المدينة Νικολέτα Δρουγκά